اشتركوا في القناة ورحب سموه برئيس اللجنة الأولمبية الإسبانية وبحث سموه معه تعزيز العلاقات الثنائية في الجانب الرياضي استكمالاً ليلبروتوكول الذي تم توقيعه بين اللجنة الأولمبية البحرينية ونظيراتها الإسبانية قبل عامين في البحرين واشهد سموه بالعلاقات الوطيلة التي تربط مملكة البحرين وإسبانيا مؤكداً سموه همية تنمية وتطوير هذه العلاقة من خلال تبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من الخبرات الإسبانية في مجال النهوض بالحركة الرياضية في مختلف التخصصات ونوه سمو الشيخ خالد بن حمد بالمكانة المتقدمة للرياضة الإسبانية مؤكدا سموه على همية التعاون الثنائي للإستفادة من الخبرات الإسبانية في مختلف المجالات متمنيا للجنة الأولمبية الإسبانية المزيد من التوفيق والنجاح وبدوره عبر رئيس اللجنة الأولمبية الإسبانية عن اعتزازه الكبير بالعلاقة القوية بين اللجنة الأولمبية الإسبانية ونظيرتها البحرينية منوها بالجهود التي تبدلها مملكة البحرين في دعم الرياضة وحرصها على تطبيق العديد من البرامج التي تتناغم مع القيم الأولمبية